وأتحول إلى ضيفي هنا في الستوديو سيد شكيب شنان المحلل المختص في أشياء الفلسطيني سيد شكيب سقبق لقادة اليوكود وأن وجهوا انتقادات لبنكفير في أوقات سابقة لكنها لم تكن رسمية إلى حد ما اليوم الانتقاد يوجه في بيان رسمي لليوكود ما الذي نستطيع فهمه ولماذا هذا التحذير كان استثنائي مساء الخير لك ولكل المشاهدين بدأت تطفو على وجه الماء علامات التناقضات التي بريت عليها هذه الحكومة هناك أمرين تواجههم الحكومة في الأسبوع القريبة وعلى نتنياهو أن يتخطاهما وإذا لم يستطع ذلك سيكون في مشكلة المشكلة الأولى أن بنكفير أدرك أنه أخذ على نفسه مهمة هو غير قادر على حلها يعني فرق كثير من الوعودات قبل الانتخابات سأحذر أعيد الأمان إلى الشارع الإسرائيلي وسأحارب وإلى آخره دخل إلى وظيفة وزير الأمن القومي أخذ يعني كبر الاسم كمان وطلع من الجبل أنجب الجبل فأرا لا يستطع أن يعمل شيء لأن الواقع صعب جدا ولا يوجد لديه حلول حتى إذا أقام الحرص الوطني الذي يتحدث عنه لن يستطع الوصول إلى نتائج تعطي جواب للتعهدات والوعدات التي قطعها على نفسي لكن في المقابل أيضا سبحاني بحث خلينا أفسر للمشاهد النقطة الثانية التي يعاني منها نتانياهو وهي الأعزاب المتدينة المتزمتة ليس صدفة بالأمس كان إعلان لبوروش ضد نتانياهو واليوم هناك إعلان لبنكفير ضد نتانياهو بوروش يريد قانون التجنيد وبنكفير يختلق الصعوبات ليضع عراقيل أمام نتانياهو وهو يدرك أنه لا بديل له عن هذه الحكومة يعني إعلاني في عملية تنزيل إذن أنا حسب رأيي هذه الحكومة بعد لم يصل الوقت إلا أنها في الطريق بدأت تظهر الخلافات وكل طرف يبحث على الحلول لنفسه لكن سريع نتانياهو آخر السياسي في إسرائيل اليوم ممكن أن يحول هذه الخلافات يعني لبيانات رسمية يواجه تحريرات لبنكفير فبنكفير اليوم إذا يعني قام بالانسحاب من هذه الحكومة لا حكومة اليوم أشارع متطلق ضد نتانياهو سؤالك واضح؟ والاستطلاعات أيضاً هذه علامة لوجود غزل غير واضح بين أطراف خارج الحكومة نتانياهو لم يكن يذهب إلى مثل هذا الوضع لو لا أنه عمالي حاولي يفرجي طرف معين بديش أقول مين ولكن في طرف معين معني بإخراج بنكفير ولكن بنكفير لن يسرع إلى ذلك ونتانياهو غير متأكد لذلك أنهي لابد بنكبونك بسيطة ستنتهي بعد عين وستتكشف الأيام القادمة لربما عن أسرار جديدة يحيك لها نتانياهو شكراً جزيلاً لك شكيب شنان المحل المختصف السياسي